باب الحوار في العراق يوشك أن يوصد زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر يرى أنه لا فائدة من حوار لم يجلب للوطن إلا الخرابة والتبعية حسب قوله واعتبر أن الكلمة الآن للشعب في إشارة لأنصاره المعتصمين داخل البرلمان منذ أيام فلا فائدة ترتجى من ذلك الحوار وخصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية وضع الصدر إلى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء دور الوجوه القديمة وليكن للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله تعالى من خلال عملية ديمقراطية انتبهوا رجاء من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولا ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة وطالب زعيم طيار الصدري أنصاره بالاستمرار في اعتصامهم داخل البرلمان إلى أن تتحقق مطالبهم وفي أول تعقيب على تصريحات الصدر قال رئيس كتلة دولة القانون نور المالكي إن الحوارات التي يرغب فيها الإطار التنسيقي لإنهاء الخلافات تبدأ بالعودة إلى الدستور بدوره رحب رئيس سحالف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بما ورد في خطاب الصدر واعتبر أنه يلتقي مع المبادرة التي طرحها لحل الأزمة ودع العباد الجميع إلى تكاثف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية من خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية وكان مصدر في الطيار الصدري قد أعلن في وقت سابق إن تخوير الإطار لزعيم تحارف الفتح هادي العامري للتفاوض مع الصدر لا يعني قبول الأخير بذلك من دون تقديم ما وصفه بضامن حقيقي المصدر قال إن على العامري تقديم ضامن يكفل التزام الإطار أو من يمثله العامري بالمنود والضوابط التي يطلبها الصدر